السلام عليكم يا جماعة وأخيرا بعد طول انتظار وصلنا الكارت اللي الكل كانت صراحة أنا معلق عليه أمال إنه هو هيكون كارت الشعب والمفروض إنه هو كان يحل جزء أولا وكان شيء بسيط من الأزمة لأنه منه كتير مرغوب من قبل المعدنين بس للأسف سعر له هيدا الكارت اليوم بتصور إن إحنا عماري نحكي عنه حواري 550 إلى 650 دولار أكيد إنتوا هنا عرفتوا إن أنا عماري بحكي عن الـ RTX 3050 للمفروض يكون هيدا الكارت صدر بسعر 249 دولار بس للأسف الوضع غير هاكي كليا المهم أنه وصلنا هيدا الكارت من MSI الـ RTX 3050 Gaming X للمراجعة حنفوت اليوم بكل التفاصيل المهمة معظم الاختبارات اللي أنت ممكن تهمك بس قبل ما بلش بهدر الاختبارات كلياتهم نزال هلاء تحت اكتب لنا تعليق ممكن تنعي فيه أنت شوية صغيرة حارة أسعار كروت الشاشة وصلخ لنا اللايك اللايك لألي مش للكارت وأسعار وهدروا الإخبار أعطينا اللايك لألي ولو القناة طيب يا جماعة وأول شيء بشكل يكون جدا سريع لحتين نروح شوية صغيرة على البوكس أنه الكارت اجابت غليفة مثله مثل معظم الكروت الشاشة يمع شوية وراء وخبار من MSI يمحوا في عندهم وعطيوني كثير وقت للروح حلقة مباشرة على الكارت اللي هو حجمه كبير وضخم نسبيا على نفس تصميم كروت MSI تقريبا كل ياتهم بمروحتين اللي هن التوريكس على هيت سينك أنا شايفه صراحة جدا كبير على كارت 3050 بالإضافة كمان أنا في شغلي لفتتلي نظري أنه هيدا الكارت يا جماعة ما تعوب عليها أكتر من ما هو بيستاهل ما بوسط أنا هون أنه ما تعوب عليها أكتر من ما هو بيستاهل يعني هيدا الشيء سيء بالعكس هيدا الأمور كلياتها ممتازة بس بوجهة نظر أنه هي بترفع من قيمة الكارت المادية يعني التصميم للكارت جدا حلو البلاك بلايت المعدنية إضاءة الارجي بي هيدا الأمور كلياتهم خليهم على كارت بفاقة أعلى من 3050 هيدا الكارت خليه يبقى متواضع حتى لا يأثر كثير على سعر الإطلاق ويبقى يعني كارت اقتصادي بالرينج المقبول للأشخاص كلياتها قادر أنه هي تشتري ما في دي على إضاءة ار جي بي وخبار وباك بلايت معدنيا ما محتاج لهذا الشيء كلياتهم المهم هلأ كمان أنه الكارت بثلات مأخذ ديس بلاي بورت واحد اتش دي ام اي ظهر الكارت بياخد اثنين سلوت من الكيس الآن بالنسبة لمواصفات الكارت يأتي 8 جي بي في رام جي دي ار سيكس 128 بيت ميموري باس وعلى فكرة يا جماعة أنه 128 بيت قليل مقارنة بغارك روت عدد الأنوية 2560 بين كودة و تنسور كور و بوست كلوك 1845 ميجا هيرت ويتطلب كابل واحد 8 بيت ويستهلك طاقة 130 وات يعني أنا أرى أنه بحدود 550 إلى 600 وات سيكون جدا كافي على الكارت أو على التجميع بشكل عام طيب قبل أن نذهب على الإختبارات في عندي كلمتان سريعين أنا اللي حتري أنت بس عندك خلفية عن الأرقام اللي حتشوفها بالإختبارات أنه يا جماعة كارت 3050 بشكل عام جدا متقارب من الارت اكس 2060 في محلات الارت اكس 2060 عمال يكون قوى منه في محلات تانية 3050 عمال يكون قوى طبعا على معمارية مختلفة اللي هي معمارية أمبر وأعلى بنسبة كثير منيحة وأعلى بنسبة كويسة فينا نقول يعني عن كروت 1660 إذا كان العادية أو حتى السوبر ولا حتى كمين التي آي طبعا بالإضافة كمين للارت اكس اللي هي تتبع الأشعة بتتغلب فيها طبعا على كروت 1660 طيب يا جماعة ولننتقل هلأ على الإختبارات اللي أنا عملت على منصة إختبارات القناة اللي هي اللي هي الـ i7-12700K اللوحة Z690 رقمات 32 جي بي من كينغستون و1000 وات باور سبلاي بالبداية أول شيء بالإختبار اللي هو هو على الفير مارك لحتالي نشوف حرارة الكارت ومن بعد ضغط الكارت لمدة 10 دقية تقريبا الحرارة أول كم سانية نطت إلى 62 درجة ومن بعدها دغر استقارت على 57-58 درجة طبعا نحن هون نعمل نحكي عن الإختبار على بنش مفتوح لأنه هيدا القطع الكليات اللي تفوت على قلب الكيس من جوه بدك تتوقع أنت بعد كم درجة بدأت على شوية صغيرة بس بشكل عام لهون الوضع جدا ممتاز والحرارة جدا ممتازة بس في شغلة أنا صغيرة لفتت لنظر أن الكارت إجابة إعدادات مراوح صراحة أنا ما كتير عجبتنين معما يدوروا إلا على حرارة تكون جدا مرتفعة ظبطتن أنا من الأفتر بيرنر يعني منه موضوع ومنه قصة كبيرة بس تحسن الوضع كتير بالنسبة لأستهلاك الطاقة مثل ما هو متحدد على المئة بالمئة وفي اختبار الادوب برميار اكسبورت فيديو واحد من الفيديوهات القناة تمدته تقريبا 10 دقاي و 15 ثانية خلص بوقت 7 دقاي و 16 ثانية وفي اختبارات الثري دي مارك البورت رويل جمع الكارت 3615 نقطة بالتايم سباي 6356 نقطة والتايم سباي اكستريم 2884 نقطة أما باختبارات الفي راي اختبار الكودة 265 نقطة والارتي اكس 500 نقطة طيب يا جماعة ولننتقل الآن على اختبارات الألعاب وانا عارف ان كل الاختبارات اللي عملت قبل يمكن ما كتير تهمك لانه هيدا الكارت بشكل اساسي متوجه للألعاب حيكون اداءه كتير حلو بالألعاب حتقدر انا ساعدك باختيار هيدا الكارت او لا عملت التجارب على دقة 1080 Ultra Settings يعني فيك انت تعلي وتتوطي بيناتها وعملت كمان على 1440 اللي هي 2K كمان على Ultra Settings حتيت جنبهم كارت 1660 بس مش للمقارنة يا جماعة هيدا بس لا تقدر انت تتقيم هيدا الكارت وين موقعه شو ممكن يقدم ولا الاسف انه هيدا هو الكارت الوحيدة الموجودة عند انا بالوقت الحالة من نفس فائدة 3050 وقال لكارت 3050 هو المفروض ان هو ينحط مع كارت الالفان وستين يتقارن معهم لنشوف شو الفرق بيناتهم ويتقارن كمان مع كروتة 1660 مبان تي اي ومبان سوبر عشان انت تعرف قديش يتفوق عنهم وحتى ما اطور عليكم انه هلأ بالحكي كتير هعرض جزء من هيدور الاختبارات للالعاب ومن بعدها بعتيكم الرأي والخلاصة بس باخرة الفيديو هعرض لك كمان انا باقي اختبارات الالعاب اللي عملت عشان انت تلقي نظرة برك انت ملاقة اللاعب اللي بدك كيها من ضمن اللي حنحكي عنه هلأ والعلعاب اللي بتدعم الارتي اكس والديق الاس اس اتفاعلت فيها على الهاي والكواليتي ولنبتدي اول شي بلعبة البتلفيلد فايف على دقة 1080 اعلى الاعدادات قدمت 95 فريم على دقة توكي 1440 كمان اعلى الاعدادات قدمت 73 فريم بينما يا جماعة كارت الالف وستمائة وستين اللي هو اقل بكتير كانت النسبي حوالي 20-22 بالمية تقريبا وقدم 75 لثمانين فريم بلعبة القاد اوف وور هايدي اللعب جديد عمال نضيف على الاختبارات بالوقت الحالي ما كانت النتيجة خرافية بس ما بدنا ننسى كمان انه اللعب جدا ضخم ومتطلب يا جماعة يعني مع تفعيل كل التقنيات على دقة 1080 ultra settings قدمت 55 لثمانين فريم على الارف واربعين واربعين توكي قدمت بين الاربع وثلاثين للخمسة وثمانين فريم بينما كارت الالف وستمائة وستين على دقة الف وثمانين تقريبا قدم نفس 3050 بس على توكي يعني اللي هنه اربعة وثلاثين خمسة وثلاثين فريم لنذهب الى لعبة Horizon Zero Dawn 3050 على دقة 1080 اعلى الاعدادات قدمت 90 فريم وعلى دقة توكي 65 فريم بينما كارت الالف وستمائة 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 وستمائة. على دقة 1080 كمان ألترا ستنجز قدمت 277 فريم وعلى التوك كي كمان ألترا قدمت 195 فريم بينما 1660 قدمت 246 فريم تقريبا النتيجة كانت كتير متشابهة بلعبة CSGO 350 فريم على 1080 أعلى أعدادات 330 فريم على التوك كي كمان أعلى أعدادات وكارت 1660 قدمت 330 فريم على الـ HD هلأ هون يا جماعة صارت عمارة تقارب نتائج على بعضها على دقة خاصة الألف وثمانين لأنه هذا النوع من الألعاب يعتمد أكثر على المعالج من كارت الشاشة وأما بالنسبة لآخر لعبي وهي سايبر بانك أريد أن أقول لنا أكثر صغيرة يعني أفضل بتفاصيله أكثر لأنه النتيجة كانت على أعلى أعدادات الموشن بلور كانت شغار الـ RTX محطوط على الـ High والدقة للـ SS محطوط على الـ Quality على دقة 1080 قدمت بس 38 فريم يا جماعة وعلى دقة التوكي 25 فريم يعني يا دوبك كانت عمل تفتح وتلعب اللعبة استبدأت هنا نتيجة 1660 لأنه أنا حسيت مقلها ولا أي لازمة باختبار ثالث للـ Cyberpunk على دقة 1080 بس هنا عنا الـ RTX محطوط على الـ Medium ومقفل منه الـ Light Reflection وإديها الـ SS محطوط على الـ Quality النتيجة صراحة كانت أفضل بكثير يعني وصلت للـ 54 فريم وجودة الصورة كانت صراحة كثير حلوة طبعا فيك بعد تلعب بالأعدادات وتوصر لفوق الميت فريم و120 فريم لكن أنا أفضل نتيجة متوسطة طيب يا جميع أنا شايف أنه كارت 3050 بالنسبة للأداء بالألعاب جدا ممتاز سعره كثير حول المقابل الأدائي اللي هو عمالي أدمو ما بدنا ننسى كمان أنه كل الأعدادات هي محطوطة بالوقت الحالي أو محطوطة بالاختبارات على الماكس على الألترا سيتنجز عشان نحن نقدر نعصر كل نقطة أداء ممكن تطلع منه لهذا الكارت وتكون أنت عارف أنت لم أقوله السقفه لون هو ممكن يوصل معه بس بالنسبة لك أنت كاستخدام شخص بالبيت ممكن أنت تضبط الأعدادات تعطيك جودة حلوة ودقة كمان تكون جدا مناسبة الكارت بشكل عام هو موجه لدقة 1080 مثل ما قلت لكم بأول الفيديو بس دقة 1080 على أعلى الأعدادات أو فيك كمان تلعب على 2K إعدادات ميديوم للو بتفعل فيها الارتي اكس بتضبط له كمان الوضوع وتطلع حلوة على هيدا الكارت صراحة يا جماعة لو بنصح فيها لتجميع مثل اي ثري 12100 لحد 12400 حيكون معك ممتاز حتكون انت عامل تجميع ألعاب أسطورية بس لو ما السعر يا جماعة يعني 250 دولار سعره للكارت جدا ممتاز زود عليه انت بعد مثلا 50 دولار مبان أرباحه ومصاريفه وهدر الأمور يعني المفروض ان هو ينبيع بين 300 ل 320 دولار مش سيء نهائيا على فكرة وحرام والله اللي قاعد عمال يصير بكروت الشاشة بالوقت الحالي انه تجميع بدل ما كانت تكلفك تقريبا بين 600 ل700 دولار بكارت شاشة مثل الارتي اكس 2030 وتجميع تكون حلو ومحترم يعني بشكل عام ومصارت اليوم بدل تكلفك حواري 1200 دولار أقل لواجب بس ما قادرنا نحن نعمل شي ليس باللياد حيلة مثل ما بقوله هيدا هي أسعار كروت الشاشة بالوقت الحالي خبرونا انت رأيكم عن هيدا الكارة التحت وجايبلكم عالية جميع صراحة هتكون جدا أسطورية وحتعجبكم كرمال هيك انتهى الاشترك بالقناة اذا بعدك جديد فعل زر الجرس ليوصلك إشعارات بالمقاطع الجديدة وما تنسى اللايك والشارك كتير بفيديو القناة نرى كونزة اللارات بالحلقة الجاي والسلام عليكم